في شأن متصل قام في الأيام الماضية الوزراء المكلفون بالمياه في دول الأعضاء في حوض بحير الشاد بزيارة إلى مقر معسكر القوات المشتركة على طول الحدود بين دول الأعضاء وذلك بهدف تشجيعهم لمواصلة مهامهم لبسط الأمن والأمان في المنافذ الحدودية لدول الأعضاء في حوض بحير الشاد وكان في استقبالهم قائد القوات المشتركة الجنرال موسى محمد وعادت من الضباط والقيادات الأمنية تقرير أبدالله هارون برمه بهدف تشجيع القوات المشتركة في الشريط الهدودي بين دول أعضاء منطقة البحيرة والذي بدورهم القيام بعملية تأمين الهدود من الجماعات الإرهابية وخاصة جماعة بوق هرام الإرهابية فقد قام وزراء المكلفون بالمياه بزيارة ميدانية إلى القوات المشتركة في منطقة البحيرة وفور وصولهم أقدوا جلسة عمل مع القيادات الأمنية لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالأمن ومراقبة الحدود بين دول الأعضاء في لجنة بحيرة الشاد كما شكروا القيادات الأمنية على سعيهم لتعزيز الأمن في المنطقة وجهدهم المبزولة لمنع جماعة بوق هرام الإرهابية كما شجعهم على مواصلة العمل وبسط العمني بدور قائد القوات المشتركة بالمنطقة العميد موسى محمد شكر الوزراء على زيارتهم القيمة والتي تندرج في إطار تفعيل الشراكة القوية بين دول الأعضاء وذلك من أجل توفير المناخ الأمني للمواطنين بين جميع الأطراف في دول المنطقة